يا من بعثت وبعثك ربك جابراً لخواطر العباد فلقد اصطفاه ربه ولقد كرمه ربه على سائل المخلوقين جميعاً فقال سبحانه جل في علاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بل إن الله تبارك وتعالى جعل العبادات كلها جبراً للخواطر ولهذا قال شيخ الإسلام من طيمية طيب الله ثراه العبادة معناها هي اسم جامع لكل ما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى من الأعمال الصالحة ظاهراً كانت أو باطنة ولهذا جعل الله تبارك وتعالى هذه العبادة جبر الخواطر من قبل الناس بعضهم بعض هي من أجل العبادات إلى الله تبارك وتعالى وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجاءه رجل فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله تبارك وتعالى وأي الأعمال أقربها إلى الله تبارك وتعالى فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى سرور تدخله على مسلم ترفع عنه كربا تسد عنه جوعا وترفع عنه أذاه أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والله صلى الله عليه وسلم فرفع الكربات وأن ترى هذه الكربات وأن يجعلك الله تبارك وتعالى في دفعها عن المكروبين في أن ترفع الكرب عن المكروبين أو أن تسد الدين عن المدينين أو أن يجعلك الله سببا في إدخال السرور على بعض خلق الله تبارك وتعالى والذي نفس محمد بيده لهي من أجل العبادات إلى الله تبارك وتعالى لو نظرنا في القرآن الكريم لو وجدنا أن القرآن جل القرآن كله من الله تبارك وتعالى جعله الله تبارك وتعالى جبرا لخواطر العباد فقد قال رب الأرض والسماوات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله فيطعام الطعام إنما هو جبر للخواطر وحب المساكين إنما هو جبر للخواطر وإطعام الأسير وإفداء الأسير إنما هو جبر للخواطر بل إن الله تبارك وتعالى لما أوحى إلى أم موسى عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال سبحانه جل في علاه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تقافي ولا تحزني ثم يقول الله تبارك وتعالى إن رادوه إليك مش كده بس يا الله على هذا الجبر من الله تبارك وتعالى وجاعلوه من المرسلين الله تبارك وتعالى أوحى إلى هذه المرأة أن تلقي بفلزة كبدها في هذا اليم في هذا البحر إذا خفت عليه فألقيه في اليم كلا كلا إنها أم تشعر بما تشعر به الأمهات إنها حياة تريد أن تلقي بفلزة كبدها في هذا اليم نعم لأن الذي أمرها هو من؟ هو الله وإنها على يقين بأن الله إذا أمر صدق في وعده وموعوده سبحانه جل في علاه ثم يجبر الله تبارك وتعالى خاطرها بقوله سبحانه إنا رادوه إليك إنت الله تجين وإنت الله تطعميه ثم يأمر الله تبارك وتعالى بأن يلقى في قلب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه لا يطعم إلا من غير أمه فيرسل فرعون فيربى موسى عليه السلام في قصر فرعون الذي يريد قتله ويلقي الله تبارك وتعالى الحب في زوجة فرعون آسية وهي سيدة من نساء العالمين كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم يحرم الله تبارك وتعالى عليه المراضع كلها فلا أحد تستطيع أو لمرأة تستطيع أن تطعم هذا الطفل الرضيع إلا الأم إلا الأم هاربا من مصر لأنهم أرادوا قتله وقال وجاء رجل من آقص قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب خائفا يترقب هو يفر هاربا خشية أن يقتل عليه السلام ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يجبر بخاطرغي فبعثه إلى مدينة فوجد امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر رعاء وأبونا شيخ كبير فما كان منه في هذا الموقف وفي هذه الشدة إلا مرؤة منه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فأحى الله تبارك وتعالى إلى هذا الرجل أبوهاتين المرأتين فأقذف في قلبه الرأفة والرحمة فإحتضن موسى عليه السلام بل وزوجه وجعل له بيتا في هذا المكان جبرا لخاطر موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأفضل من هذا جبر الله تبارك وتعالى خاطر نبيه وحبيبه ومصطفاه محمد بأبيه وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم فما جعلت رحلة الإسراء والمعراج إلا جبرا لخاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جعلت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام إلا جبرا لخاطر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونطرح هذا المقام حينما يرى رب العالمين سبحانه جل في علاه هذا الظلم الذي وقع على رسوله صلى الله عليه وسلم من ضرب وشتم وإيزاء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ومعه زيد بن حارسة هذا يضربه وهذا يسبه وهذا يقصف يقزفه حتى نزل الدم الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا حبيب الله فكم دميت في سبيل الله وفي سبيل توصيل دعوتك إلى خلق الله سبحانه جل في علاه فما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن أراد أن يجبر بخاطر نبيه وحبيبه ومصطفاه بأبي أنت وأمي يا رسول الله حينما تأتيه بعد المحنة تعقبها محنة ومحنة ومحنة لا بد أن يأتي الفرج من قبل الله تبارك وتعالى إنها منحة تعقبها منحة تعقبها منحة فإسلام عداس هذا الصبي الصغير حينما يجلس بين يدي النبي الأمين عليه وعلى نبينا أفضل صلاة والسلام يجلس عداس فيسلم بين يديه محنة منحة من الله الثانية تأتيه من قبل الله عز وجل هذه البشارة من سبيم الأمين الوحي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال وهذا تطييبا لخاطر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول له يا رسول الله إن الله قد ابتعثني إليك أن أسمع كلامك وأطيع لك يا رسول الله فلو شئت لأطبقت الأخشبين عليهم يا رسول الله ولكنه هو النبي الرحيم الذي قال في حقه رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان من الله تبارك وتعالى إلا أن بعث إليه جبريل عليه السلام أنت الآن مدعون يا محمد لزيارة السماء وكان تحت المعراج بل إن الله تبارك وتعالى جمع له جميع الأنبياء في بيت المقدس حتى يكون النبي محمد هو النبي الإمام بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقد صلى بهم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إماما وكأن الله تبارك وتعالى يطيب خاطر ربيه صلى الله عليه وسلم إذا كان البشر قد أساء إليك يا محمد فإن رب البشر يدعوك لزيارة السماء يا محمد تطييبا لخاطرك وجبرا لخاطرك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أبي أنت وأمي يا رسول الله وإذا كان الله تبارك وتعالى لما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد وقف على مشارف مكة يلادي على بطاحها وشعابها وأوديتها يا مكة يا مكة يا مكة الله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم وفيها رسالة عظيمة أيها الشباب يا أبناء أمتنا اعلموا بأن حب الأوطان من دين رب الأرض والسماوات نعم يا أبناء أمتنا اعلموا بأن تراب أوطاننا وتراب بلادنا لهو أقرب عندنا إلى الله تبارك وتعالى لأنه دين نتعبد به إلى ربنا تبارك وتعالى فالأشخاص زائلون ولكن لا يبقى إلا الوطن وتراب الوطن وفيها رسالة أيها الناس مهما حدثت من أمور لا تعجب بعض الناس ولكن تراب بلادنا تراب أوطاننا نفديه بدمائنا مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله ولما هاجر النبي من محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فقال ودعا اللهم حبب إلينا المدينة حبنا مكة أو أشد فيه غرص لقيم ضاعت في كثير من الناس بل إن بعض الشباب وليس كل الشباب فقد الانتماء إلى أوطانه هي رسالة إليه انتبهوا يا أبناء جلدتنا تراب أوطاننا حبنا لبلادنا دين نتعبد به إلى ربنا تبارك وتعالى لا نماري فيها أحدا ولا نجامل فيها أحدا على حساب ديننا إنما هو عقيدتنا من ربنا ومن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن لا بد علينا أن نقف بجوار أبناء أمتنا لصدع هذا الأذى الذي هو يحيط بهذه الأمة من كل صوب ومن كل حدب ونحن نقف بجوار قائدنا ورئيسنا فداء لأوطاننا وحبا لبلادنا وتراب بلادنا افتداء بأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم قيم أخلاقية نفتقدها ونراعي أننا بهذا الأمر وهذا الصنيع نتعبد به إلى ربنا تبارك وتعالى الخطر يحيط بالأمة الإسلامية من كل صوب ومن كل مكان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي بلادنا من كل مكوه وسوء من رب العالمين وأن يفتديها ونفتديها بالغال والسمين فأرواحنا كلها فداء لأوطاننا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا وجيشنا وبلادنا رب العالمين مبارك الله فيك مولانا